واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويقتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاه عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعونهم السهم والغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولما رجع موسى إلى قومه غضباناس فقال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلت ممر ربكم وألقى الألواح وآخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابنهم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب أفر لي وليأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب واخذ الألواح وفي نسقتها هدى ورحمة الذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجل فتقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فضل لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة